اشتركوا في القناة اللي النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن منحة دي احب بوضح لدي قناتنا وقناة منح من كل الوان بنعرض فيها فرص ومنح كتيرة جدا بشكل مستمر بالاضافة كمان ان ده الويبسايت الخاص بنا تمام هتلاقي عليه برضو منح دراسية كتير فريد تتصفحوا القناة والويبسايت عشان تتعرفوا على احداث المنح الدراسية كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم لسهولة طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة المنحة بتاعت النهاردة هي منحة ممتازة جدا في جامعة سمانيا الممولة بالكامل للدراسة في استراليا تمام كده طيب خلينا نتكلم هنا نبزة ان جامعة سمانيا دي في استراليا هي لدراسة الدراسات العليا البحسية تمام وهي من افضل واقوى الجامعات حول العالم الدولة زي ما احنا قلنا هي استراليا الجهة المنحة جامعة سمانيا المرحلة الدراسية متاحة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط يعني لو حضرتك عايز تدرس الماجستير والدكتوراه متاح درجة البكالوريوس ما بعد السنوية العامة غير متاحة في المنحة دي لو انت مثلا في اخر سنة من البكالوريوس او اخر سنة من الماجستير بتقدر تقدم برضو عادي على المنحة للدرجة الاعلى تمام ما فيش مشكلة سواء انت خريج او في اخر سنة بتقدر تقدم على الدرجة الاعلى منها للدراسة في جامعة سمانيا طيب بالنسبة للتمويل طبعا جامعة سمانيا هي مقدمة منحة بالتعاون مع الحكومة الاسترالية تمام والحكومة الاسترالية بتقدر عدد كبير جدا من المنح للطلاب الدوليين من خارج استراليا والتمويل اللي بيقدموا او بتقدموا الجامعة بالتعاون مع الحكومة بتكون منحة موالة بالكامل بتاخد فيها الرسومة الدراسية كاملة بالمجان مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة في الجامعة تمام كمان عندك راتب شهري اكتر من 2300 دولار عشان يغطي لك تكاليف المعيشة من ساكن طعام غيره وممكن تدخل كمان مبالغ مالية منه انتم تخيل مبلغ 2300 دولار شهريا تمام كمان عندنا تذاكر الطيران تذاكر الطيران من بلدك الى استراليا بتكون على حساب المنحة ايضا وفي حاجة اسمها بدل اعادة التخصيص تمام دي لما بتوصل بيكون زي مكافأة كده بتستلمها اول لما بتوصل عندك كمان الكتب تمام واي دورات تدريبية هتاخدها تابع الجامعة هتكون برضو على حسابهم مش تدفع عليها اي تكاليف كمان تأمين طب دولي في حالة لقدر الله حدوص مرض او حادث هتكون كل تكاليف العلاجة لحساب المنحة يعني انت عندك ملحة هنا مولة بالكامل بتشمل لك كل شيء تمام طيب بالنسبة للتخصصات عندنا تخصصات عديدة جدا تمام جامعة سمانيا بتقدم تخصصات في كليات عديدة وزي ما انا قلت دي كليات يعني ايه كليات يعني انت عندك مثلا كلية الهندسة انا هنا بتكلم عن كلية يعني انت عندك كل تخصصات الهندسة متاح تمام يعني عندك تخصص هندسة مدنية متاح هندسة معمارية هندسة ميكانيكية يعني انت هنا بتتكلم على كليات وفيها تخصصات فرعية داخلية تمام تخصصات الطبية موجودة التمريد الصيدلة تخصصات العلوم الانسانية تخصصات الادبية زي التعليم اقدارة الاعمال القانون كل ده متحد تمام طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم المنحة دي متاحة لجميع الدول سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة كمان عندنا ملاحظة ان المنحة دي ليس بحد دخص الامر اللي تقديم فيها يعني سنك كبير سنك سغير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة ركز بها معي كمان في النوطة دي ان المنحة دي لا تحتاج شهارة تثبات اللغة عند التقديم يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك بتقدر تقدم على المنحة تمام وتقدم على الجامعة بدون شهارة اللغة حالية ولما تتقبل يعني ان شاء الله لما ربنا يكتب لك القبول في هذه المنحة ساعتها بتقدر توفر رزبات اللغة طب ايه ده ده فايدته ايه فايدته ان انت مش هتتعد نفسك من دلوقتي وتوفر شارط لغة وانك هتوجه على دماغك لا انت هتبدأ تقدم للمنحة عادي تمام اتقبلت في المنحة ساعتها انت بتقدر توفر شارط اللغة بكل سهولة تمام وكمان ان الجامعة نفسها بتعرض كورس للغة الانجليزية ممكن كمان انت تنضم لي فدي برضو من ضمن الحاجات المميزة جدا بعكس جامعات تانية بتقول لك لا لازم تجيب شارط تثبات اللغة عند التقديم دي مش طلبة منك عند التقديم شارط تثبات اللغة كمان متاح اذا انت خريك او في اخر سنة من باكالریوس او الماجستير متاح لك التقديم يعني لو انت تخرجت من باكالوليوس وعايز تقدم على ماجستير او ماجستير وعايز تقدم على دكتوراء متاح لو انت في اخر سنة برضو متاح انك تقدم مافيش مشكلة بتجيب شارط السنة اللي قبلها بالنسبة لأوراق المطلوبة للتقديم أوراق المطلوبة مطلوب منك صورة جوه السفر او الهوية تمام دول لازم ترفقهم من ضمن بياناتك الشخصية كشف الدرجات وتشهد التخرج لو انت متخرج لو انت لسه متخرجتش بتجيب شهد السنة الا قبلها تحط السيفي بتاعك كمان مطلوب منك خطة بحسية تمام ده على حسب تخصصك في بعض التخصصات بتطلب في الابليكيشن نفسه تحط بروبوزل تمام وانت بتشوف وانت بتقدم مطلوب منك خطة بحسية بتعملها مش مطلوب خلاص ما بتحطهاش داخل الابليكيشن بالاضافة طبعا بقى بيكون عندك مجموعة مقالات واشياء تحاول تكتبها بشكل كويس دي الحاجات المطلوبة داخل الابليكيشن كيفية التقديم التقديم بتم ملء الابليكيشن اونلاين مع ارفاق الاوراق اللي احنا قلناها هنا بالنسبة لاخر معادل التقديم للمنحة دي هو 4 يونيو 2021 يعني مش بتبقي وقت طويل على المنحة دي تقريبا ممكن نقول اه مسلا نص شهر او حاجة او اقل من نص شهر تمام فتحاول تبدأ انك تجاهز نفسك وترتب الامور اللي انت محتاجة عشان تقدم للمنحة دي اه طيب كمان ما تنسوش هنا ملاحظات ان قناتنا وقنات منح من كل اللون بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة الابول مية في المية في الصين اه وخدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة منحة انت عايزة لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي ورده متاح خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستقدمها في التقديم بنفسك وخدمة التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك وحظوظك في المنح والفرص ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمرات كل الخدمات في صندوق الوصف واسفل فيديو وكمان بتلاقي رابط خدماتنا هنا بتزوط على خدماتنا الاضافية بيفتح معاك كافة الخدمات اللي احنا بنقدمها وبتشوف الخدمة المناسبة لك تمام هنا ده هيفتح معاك رابط الخدمات اللي احنا بنقدمها هتلاقي كل الخدمات اللي احنا بنقدمها التقديم للمنح ضمان القبول في الصين بتشوف الخدمة المناسبة لك وبتضغط على كلمة قدم الآن وبتملق الاستمارة واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شي طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي في كل التفاصيل اللي انا قلتها هتيجي تضغط الاعلان الرسمي عشان يفتح معك كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. في الاعلان الرسمي هتلاقي كل حاجة. موجود ان الجامعة بيتقدم منحة. موجود مميزات كل التفاصيل. تمام? هتلاقي هنا عندك كل التفاصيل بتاعة المنحة ان في تمام? امتى بيتم باغلاقه? اربعة يونيو زي ما احنا قلنا. كل التفاصيل بتلاقي هنا. تمام? فده بالنسبة لكل تفاصيل المنحة. تمام? طبعة جامعة تسمعنيها. تمام. اه طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف التقديم. هتيجي تضغط على الكلمة تقدم الان دي عشان يفتح معاك التقديم. مش معقد لكن محتاجة تملاقه بكل يعني دقة عشان كل حاجة تكون مزبوطة في مكانها المحدد. تمام? طيب. لما تيجي عشان تقدم ليه المنحة هيفتح معاك اول حاجة الابليكيشن اللي هو الجامعة. تمام? طيب انت كمستخدم جديد. لسه كاول مرة بتستخدم الابليكيشن ده ما عندكش اكاونت. تعمل ايه? تروح تضغط اول حاجة على كلمة دي. ليه? عشان تسجل الاول على الموقع بتاع المنحة. تمام? لان انت ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على الموقع بتاع المنحة. فتروح تضغط على كلمة عشان تحط كل البيانات. وبعدين بتضغط على اللوجين عشان تدخل للابليكيشن. فهنا كلمة فهنا النيو بتحط بقى اسمك اسم العائلة بتحط الايميل بتاعك والباسورد وجنسيتك. وبعدين بتضغط على يبقى انت كده عملت تسجيل على موقع المنحة. بعدين بترجع تاني. تمام? وبتضغط على اللوجين. اللوجين ده بقى اللي هو هيدخلك اللي انت المفروض تملاقه وتحط كل تفاصيلك فيه. هنا هنيجي اضغط على كلمة دي تمام? عشان يفتح معنا العناي نحط الايميل بتاعنا والباسورد علشان ندخل للابليكيشن. تمام? فهتضغط على من هنا زي ما احنا وضحنا. آآ هتحط الايميل والباسورد بتاعك هنا. تمام? احط الايميل بتاعي. احط الباسورد. احط الباسورد. بعدين قlio ضغط على كلمة عشان يدخل معايا للابليكيشن الخاص بالمنح. تمام? لما تحط اليميل والباسورد هيدخل معاك هتلعك كل بقى الاشياء المطلوبة داخل الابليكيشن ده. انت آآ مطلوب منك ايه وتملأ ايه. تمام? طيب. هتروح انت آآ طبعا انا انا بالفعل عملت سابقا. يعني قبل ما انا اشرح لكم كنت عامل فانا هروح للخاص بتاعي. واعمل اللي هو هكمل بتاعي. طبعا انت لو مستخدم جيدة هتضغط على تمام? لو انت ما عندكش الابليكيشن اللي اول مرة بتعمله هتضغط على كلمة دي. لكن انا هكمل الابليكيشن انا كنت بدأته. تمام? هو نفسه مفيش اختلاف. وبعدين نضغط على هنا ان انا عايز اعمل تمام? وهيفتح معايا المطلوبة داخل الابليكيشن. فهيفتح معايا دلوقتي ايه كل مطلوب داخل الابليكيشن وازاي ممكن ام لا? طيب هنا هيفتح معاك. هنا هتلاقي مطلوب منك كزا سكشن. في حاجة اسمها بفور يو ستارت. تمام? بفور يو ستارت دي دي اللي هي التعليمات اللي بيديها لك قبل ما انت آآ بتبدأ وبتملل بيانات الشخصية بتاعتك. بيديك كده نظرة عامة عن الابليكيشن وان انت الاوراق لازم تحطها في شكل بي دي اف. كل الكلام ده. تمام? فهنا بيديك النظرة العامة زي كده بيرحب بيك ويقولك ايه الاشياء المطلوبة. تمام? بعدين بتضغط على الجزء اللي بعد. وهنا ما بتكتبش اي حاجة. هنا دي بس التعليمات. بعدين بتضغط على الجزء اللي بعد. تمام? في الجزء ده هنا اللي بتحط البيانات الشخصية بتاعتك. فهنا هتحط البيانات الشخصية وكل التفاصيل المطلوبة آآ منك يعني التفاصيل الشخصية وكل هزي الاشياء. تمام? فهنا هيفتح معانا زي ما احنا قلنا اول حاجة البرسونال داتا. تمام? تحط بقى بتاعك الاسم اللي انت حطيته من البداية. الجندر بتاعك تاريخ الملاد. رقم الهاتف. الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. تمام? بتحط بقى المدينة اللي انت عاد فيها والعنوان بالزبط. كل ده بتحطوا. آآ هنا بتختار انت عايز تقدم على ماجستير ولا دكتوراه. مسلا بتختار ماجستير. بعدين بتختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه من ضمن الحاجات دي. تمام? آآ هنا ال آآ هنا بيقول لك فانت بتضغط على دي. تمام? في كلمة اللي انت بتضغط على انك عايز المنحة اللي فيها تمام? فبتضغط على دي تمام? وهنا بقى بتحط بقى بتاعتك انت آآ اخدت يعني او المسطر بتاعك اللي حسب الدرجة اللي انت حتقدم عليها. وبتحط بياناتك الدولة اللي انت اخدت منها بتاعك كل ده بتحطه هنا. تمام كده? وطبعا بيقول لك هنا هل انت مسلا انا اخدت درجة علمية سابقة من استراليا بتقول مسلا نو كل ده بتوضحه هنا. تمام? هنا طبعا بتاعي بيقول لك هل انت عندك بابليكيشن خدت اي جواز او اي حاجة برضو بتحددها. في هنا بتختار اخر واحدة ان انت عايز آآ يعني تيجي لك القبول الاول بعدين توفر شارية اللغة فيما بعد. فبتختار اخر واحدة من هنا. اللي انت بقى خلاص بتحط اسمك هنا وبتحط انك مسلا منين انت عرفت الملحة دي من اليوتيوب السوشيال ميديا بتشوف بقى تمام? طيب مالينا الجزء ده بعدين نروح لجزء المرفقات. ده الجزء بقى اللي انت بترفق بيه بترفق فيه باقي اوراقك. يعني انت حطيت في الجزء ده هنا. بعدين بتخش على الجزء هنا بتضيف بقى مسلا صور الجواز السفر او صورة الهوية تمام? بتعمل هنا بتضغط على ده بيختار بقى اللي انت عايز تحطها صور الجواز السفر صورة الهوية السي في بتاعك عندك اي شهادات اي كورسات كل ده بتحطه هنا. تمام كده? ويبقى انت كده حطيت هنا الجزء الاخير ده اللي هو تمام? الجزء ده ان هو انت خلاص. كده انت مالية بتاعك بنجاح بس هنا انت بترجع كل المعلومات اللي انت ماليتها. يعني كل المعلومات البيانات الشخصية بقى بالاوراق اللي انت حطيتها بتعمل تشيك قبل ما بترسل بتاعك. فهنا طبعا هايطلعولي في هايطلعولي اللي انا في صفحات كتير لسه مش مكملة او ما ماليتهاش. فانا لازم بقى اعمل تشيك على اي حاجة انا ما ماليتهاش او اي حاجة مسلا انا كتبتها بشكل خطأ. كل الابليكيشن يزهر لينا? لازم املاق او لازم اعدل اي حاجة انا شايفها خطأ انا عملتها. بعد بتضغط على كلمة ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحة. تمام? الابليكيشن مش معقد لكن تملاها بكل دقة. تمام? فبعد لما بتخلص بتضغط على كلمة والابليكيشن بتاعك بيتم ارساله للمنحة وبتنتظر النتيجة ان شاء الله. تمام? فيبقى كده شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة منحة ممتازة جدا. كمان ما تنسوش خدماتنا وما تنسوش ان اخر معاد اربع يونيو الفين واحد واشرين. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولا بقول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.